الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم الدرس الأول في الاقتصاد القياسي مقدم في الاقتصاد القياسي Introduction to Econometrics أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيث ما كانوا على بركة الله نبدأ لا يمكن وصف العالم الذي نعيش فيه أو التنبؤ باتجاهاته الاقتصادية أو الاجتماعية بواسطة متغير عشوائي واحد أو مجموعة بسيطة من المتغيرات العشوائية من أجل توضيح هذه الفكرة دعنا نتأمل في الحالة البسيطة الآتية نبدأ بواقعة افتراضية عن جفاف الموسم الزراعي أي عدم سقوط أمطار لذلك الموسم لنرمز لهذه الحالة بالرمز D عدم سقوط أمطار لذلك الموسم اللي هو هذه الظاهرة D وكنتيجة لهذه الظاهرة فإن الإنتاج Q من المحاصيل الزراعية قد انخفض بشكل مرحوظ وبسبب انخفاض الإنتاج Q فإن عدد العمال المستخدمين في القطاع الزراعي قد انخفض وبالوقت نفسه ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية P مما أدى إلى ارتفاع معدل الاستيراد من المحاصيل الزراعية M الذي سبب زيادة في الطلب على العملات الصعبة X لأغرار الاستيراد لو أردنا تمثيل ذلك على شكل أسهم سهم إلى الأعلى يعني ارتفاع وسهم إلى الأسفل يعني انخفاض السهم الأفقي يعني يؤدي إلى نحصل على الشكل الآتي المعقد إلى حد ما D عدم سقوط الأمطار أدى طبعا انخفاضها عدم سقوط انخفاض الأمطار أدى ذلك إلى انخفاض المحصول من الانتاج الزراعي هذا الانخفاض أدى إلى زيادة المستوردات من السلع الزراعية هذا الارتفاع في المستوردات الزراعية أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة المحلية في القطاع الزراعي الانخفاض في العمالة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الزراعية هذا الارتفاع أدى إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة مما أدى إلى كذا وكذا وكذا فنلاحظ السلسلة الكبيرة جدا من الأثر والأثر المؤثرة على بعضها البعض لذلك سندخل في ما يسمى بأنواع العلاقات أو أشكال العلاقات أنواع العلاقات بين المتغيرات يقصد طبعا بالحديث عن العلاقة بين المتغيرات العلاقة الدالية functional relationship حصرا وليس أي علاقة رياضياتي أخرى وحول تعريف الدالة العلاقة الدالية عن الدالة أرجو الرجوع إلى المقطع الذي خصصته لمفهوم الدالة في قائمة الاقتصاد الرياضي أو ما يسمى البليلست اللي هي mathematical economics الشكل الأول من العلاقات هي علاقة دالية حتمية functional deterministic relationship هذه العلاقة الدالية الحتمية مثال عليها قولنا بأن الدخل الشهري للعامل في المصنع هو معدل الأجر اليوم مضروبا بعدد الأيام التي عملها فلو كانت Y ترمز إلى الدخل الشهري للعامل ودبليه إلى معدل الأجر اليومي وأكس إلى عدل الأيام التي عمل بها لكانت العلاقة حتمية بين Y اللي هي معدل الدخل الشهري وعدد الأيام مع معدل الأجور هذه العلاقة حتمية هذا الآن الدخل الشهري يساوي حاصل ضرب معدل الأجور اليومي في عدد الأيام التي عمل بها العامل هذا الآن الدخل الشهري معدل الأجور اليومي وهذا عدد الأيام ليس هناك مجال للخطأ في هذه العلاقة حتمية بمعنى آخر هذه القيم تحتم علينا الوصول إلى هذه القيمة فإذا كان معدل الأجور اليومي مثلا خمسة دنانير وكان عدد الأيام العامل خمسة وعشرين يوما فإن الدخل الشهري العامل هو Y تساوي خمسة مضروبا في خمسة وعشرين يوم طبعا ويساوي مية وخمسة وعشرين دينار إذا كانت أحداد القياس بالدنانير ما يعني بأننا حددنا قيمة المتغير Y إذا علمنا قيمة المتغير X وقيمة المتغير المعلمة W وليس هناك مجال للخطأ في حساب قيمة Y وهذا هو المقصود بالعلاقة الدالية الحتمية بين Y وX ليس هناك مجال للخطأ نعرفها بشكل مطلق فهذه هي العلاقة الدالية الحتمية الشكل الثاني هي علاقة دالية عشوائية functional stochastic relationship تنشأ العلاقة الدالية العشوائية بين متغيرين أو أكثر إذا حصل تبدل في قيمة المتغير التابع نتيجة التابع طبعا سأشرحها بعد قليل لكن هذا المتغير التابع هو الظهر المراد تفسيرها هذا يتبدل نتيجة لتبدل في قيمة المتغير المستقل له يعني متغير آخر هذا يعتمد على هذا وهذا يتغير لظرف أو ظروف خارج عن السيطرة كأن نقول أن متوسط دخل العامل الشهري Y في المثال السابق بالمصنع هو الأجر اليوم W مضروبا بعدد الأيام التي يعملها XA إضافة إلى الحوافز U المقدم من الإدارة لكن الحوافز ترتفع أو تنخفر حسب الأرباح الشهرية وهذه الأخيرة تعتمد على ظروف ليست تحت سيطرة العمال أو أصحاب العمل ويمكن كتابة العلاقة العشوائي كما يأتي Y تساوي هذه الحالة عندما يكون هناك أرباح شهرية W ضرب X زائد الحوافز عندما تكون حوافز أكبر من صفر لأن هناك أرباح أو Y تساوي W ضرب X زائد صفر لأن لم يكن هناك حوافز في ذلك الشهر بسبب انخفاض أو عدم وجود أرباح شهرية كما ذكرت في بعض الأشهر تكون أرباح عالية وفيها يكون دخل العامل عاليا W في X زائد U وفي بعض الأشهر يعاني المصنع من الخسائق وبالتالي يبقى دخل العامل W في X ثابت يتضح من ذلك أن العلاقة الدالية بين دخل العامل وعدد الأيام التي يعملها محكومة بالعشوائية لأن هذا يرتفع وينخفض حسب الأرباح وهذه ليست تحت سيطرة العمال أو أصحاب العمل فهنا العلاقة استوكاستيك بين Y من جهة و X بالحالة هذه عدل الأيام طبعا والدخل الشهري يعني هذه الحوافز طبعا الحوافز في هذه الحالة كما في الشكل الآن هنا الفترة الزمنية بالأيام وهنا متوسط أجر العامل هنا صحيح أن Y تعتمد على X ومعروفة قيمة X و Y إذا كانت W معروفة لكن U غير معروفة تتبدل زيارة أو مقصارا حسب الأرباح الشهري وبالتالي نحصل في بعض الأحيان على شكل عشوائي غير منتظم ما يعني بأن العلاقة استوكاستيك بين الطرفين X و Y الدال القياسي أو النموذي القياسي تعرف الدال القياسي اكنومترك فونكشن أو النموذي القياسي نفس المعنى هلأ اكنومترك مودل بأنه تصور الرياضيات لظاهر ما هذا التصور في عقل في ذهن الباحث العالم كأن نقول الظاهر التي يمثلها المتغير Y الآن هذه الظاهرة نريد أن نفسرها فقد تكون كمية الإنتاج من سلع ما أو أي متغير اقتصادي على سلم نحتاج إلى التنبؤ بسلوك هذه الظاهرة عبر الزمن أو عبر المشاهدات مشاهدات معينة شاهدناها عشر أو عشرين مرة كيف يمكننا التنبؤ بتبدل قيمة المتغير العشوائي Y هذه الظاهرة المتغير عشوائي مثلا جراء تبدل قيمة متغير عشوائي آخر يعتمد عليه يعني Y يعتمد على هذا العشوائي الآخر الذي نسمي X في هذه الحالة كأن نقول هو حجم العمالة إذا كانت اللهم العلاقة الدالية بينهما عشوائية الإجابة على هذا السؤال بأننا نستطيع التنبؤ بقيمة المتغير Y إذا تغيرت قيمة X لكن ضمن حدود احتمالية المقصود هنا احتمال قوي أني أتنبأ الآن بقيمة Y إذا علمت تغير X لكن ليس يقينا لأن هناك عامل عشوائي وأكمل طبعا للتمكن ذلك لابد من إدخال متغير عشوائي آخر اسمه Y مثلا ليطفي على العلاقة بين X و Y صفة العشوائية يسمى الخطأ أو المتغير Y في بعض الأحيان عبارة التشويش Disturbance Error ويسمى في بعض الأحيان الخطأ العشوائي Random Error أو حد الخطأ Error Term أو العبارة العشوائي Stochastic Term أو الصدمة العشوائية Random Shock في بعض الأحيان وعادة ما تسمى يعني معظم العلماء والباحثين يسموها الخطأ العشوائي Random Error أو Error Term يمكن كتابة العلاقة الدالي العشوائي بين المتغير X و Y إذا دخلنا E كمتغير عشوائي لكنه خطأ عشوائي كما يلي الآن هاي عندما ذكرت أنه الآن Y تعتمد على X لا أستطيع التنبؤ الآن بهذه القيمة يقينا لأن هذا يتغير هذا الخطأ العشوائي يتغير لو لم يكن هذا موجودا لكانت علاقة حتمية لكن الآن العلاقة عشوائية بين Y و X بسبب وجود هذا الخطأ العشوائي هذا هي الظاهرة الآن YI هي الظاهرة أو هي المتغير العشوائي الذي نرغب بالتنبؤ به هذا هو المتغير العشوائي الذي نستخدمه بالتنبؤ وطبعا A و B عبارة عن معلمتين ثابتتين هذه قيمة ثابتة وهذه قيمة ثابتة وهذا الآن هو الخطأ العشوائي الدالة القياسية حيث ترمز في الحالة السابقة كما ذكرت هذه الآن Y و A و B و X I و E I كل واحدة ترمز لشيء معين YI ترمز للمتغير العشوائي الذي نريد التنبؤ بقيمته كما ذكرت وهو المتغير التابع ذكرت بأنني سأفسر المقصود بالمتغير التابع هو الظاهرة المراد تفسيرها المتغير التابع هو الظاهرة المراد تفسيرها ويسمى dependent variable أي الظاهرة المراد تفسيرها و I هذه I ترمز إلى التسلسل لأنه عندي Y الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى نون منها فعندي I جساب 1 2 3 15 هكذا إلى نون و N إلى حجم العينة أو حجم المجتمع الإحصائي إذا كانت هذه مسحوبة من عينة فبكون حجم العينة إذا كانت YI مسحوبة من مجتمع الإحصائي فبكون N هي المجتمع الإحصائي وترمز XI إلى المتغير المستقل independent variable وهو المتغير الذي نستخدمه في تفسير تغاير أو تبدل المتغير التابع YI يسمى XI في بعض الأحيان المتغير المفسر بضم الميم وكسر السين بضم الميم وكسر السين أو المتغير التوضيحي explanatory variable أما YI فيسمى المتغير المفسر بضم الميم وفتح السين explain variable تمثل A قيمة المتغير YI عندما تكون قيمة XI صفرا وتمثل B ميل الدالي slow for the function وسطنا العلاقة الدالية بين المتغيرين المستقل والتابع بأنها خط مستقيم أو على شكل خط مستقيم ما يعني بأن A هي نقطة التقاء الخط المستقيم مع المحور العمودي أما B فهي ميل الخط المستقيم في العمليات الحسابية والرياضيات التي سنجريها إن شاء الله في هذا المقطع وقاطع سابقة لاحق عفوا تكون A و B المعلمتان المراد قياسهما لتحديد العلاقة الدالية بين XI وYI أي أنهم المعلمتان اللتان تتحكمان بتفاعل XI بالتوزيع الاحتمالي المتغير YI أما A و B فهما المعلمتان ثابتتان وتمثلان معلمتي المجتمع الإحصائي population parameters نقوم طبعا بتقدير قيمة كل منهما بواسطة مقدر هو A هات مقدر لـ A و B هات مقدر لـ B معنى آخر هاي القيمة المقدرة هاي القيمة المقدرة التي سنحصل عليها من عملها لأنها تمثل المجتمع لا يعلمه إلا الله وهي تمثل معلمة المجتمع لا يعلمه إلا الله الله سبحانه وتعالى الآن ما هي الصفات المتغير العشوائي اللي هو الخطأ العشوائي EI أولا يتبع المتغير EI الخطأ العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي بوسط expected value of EI تساوي mu of I ويساوي صفرا معنى آخر وسط ويساوي صفرا لكن التباينه يساوي sigma سكوير أي أن الآن EI موزع طبيعيا normal distributed بوسط يساوي صفرا وتباينه يساوي sigma سكوير هذا الآن شكل التوزيع الطبيعي للمتغير أو الخطأ العشوائي EI توزيع الخطأ العشوائي هذا الآن وسط ويساوي صفرا 50% من قيمها ستكون إلى يمين الصفر وبالتالي بتأخذ قيم موجبة و50% من قيمها ستكون سالبة ستكون إلى يسار الصفر قيم سالبة لكن تباينه يساوي sigma سكوير ويمكن حسابه من خلال التقدير فقط لا غير تسمى هذه الفرضية تجانس التباين إذن إذا كانت قيمة تباين الخطأ العشوائي sigma سكوير ثابتة هذه الفرضية تسمى تجانس التباين homoscedasticity أي أن تباين الخطأ العشوائي EI متجانس القيمة لا يتغير أي ثابت القيمة بصرف النظر عن قيم المتغيرات الأخرى وخلاف هذا الافتراض يؤدي إلى مشكلة تسمى عدم تجانس التباين heteroscedasticity أي تتغير قيمة تباين الخطأ العشوائي من حال إلى أخرى ثانيا الافتراض الثاني عن EI لا يرتبط الخطأ العشوائي EI مع ذاته ما يعني؟ بأن EI لا تتبط مع EFG هاتين القيمتين جايات على شكل يعني أتت تأتي على شكل سلسلة EI يتبحها EJ لكن هاتين القيمتين مستقلتين عن بعضهم البعض عبر الزمن أو المشاهدات وموزع كل واحد منهم موزع توزيعا مستقلا ومتشابها identically and independently distributed اختصارة IID نكمل يمكن التعبير عن عدم ارتباط الخطأ العشوائي EI أو EJ مع ذاته رياضياتيا كما ياتي إذن هون الكوفارينس التباين المشترك بين القيم EI أو يعني القيم EI والقيم EJ بأنها تساوي القيم المتوقعة ليه هذه القيم مطروح من وسط الحساب هذه القيم طبعا مضروب فيه هذه القيم مطروح من وسط الحساب وتساوي لأنهم مستقلات عن بعض فبكون بالحالة هاية الExpected Value of EI و EJ وتساوي الExpected Value of EI مضروب في الExpected Value of J وتساوي صفر لأنهما مستقلتان هنا الآن التباين المشترك بين EI و EJ يعني عندي إذا التزمنا بهذه الافتراض طبعا بأن هذه القيم غير مرتبطة ذاتيا مع بعضها البعض هذا الآن كل خطأ عشوائي مطروحا منه وسطه وهذا الآن لأن الوسط يساوي صفرا فإنه الارتباط بين الأخطاء العشوائية المتسلسلة EI EJ يعني No Auto Correlation between EI EJ وهكذا تسمى هذه الفرضية غياب الارتباط الذاتي Non Auto Correlation or Non Auto Regression بين الأخطاء العشوائي البواقي وتسمى في بعض الأحيان غياب الارتباط التسلسلي Absence of Auto Correlation بين الأخطاء العشوائية ما يعني بأن الأحداث لا تؤثر بعضها بعضا أضرب مثال عليها لنفرض بأن هناك عملية إنتاج في مصنع ما والإنتاج يسير على قدم المساق لا ناشاكل فيه لكن بعد عدة أيام قام العمال بإضراب توقف المصنع عن العمل إذن توقف الإنتاج بعد ثلاثة أيام عادوا إلى العمل وعاد الإنتاج إلى ما كان عليه في السابق ما يعني بأن ما حدث في يوم الإضراب أو أيام الإضراب لم يؤثر على الإنتاج بأثر رجعي ولم يؤثر على الإنتاج في المستقبل هذا المقصود بأنه EI الحدث EI لا يتأثر بالحدث EJ افتراضات أخرى وأخير هي قيمة المتغير المستقل XI مثبتة ليس constant لكن مثبتة fixed من عين إلى أخرى سأبين ذلك بعد قليل تباينه هذا المتغير محدود فائنات أكبر من صفر دائما المقصود بثبات قيم المتغير XI هو أنه في حالة سحب عينات عشوائية من المتغير X لمرات عديدة فإن قيم XI لا تتغير لكن YI تتغير مقابل كل قيمة مثبتة وهو الذي سأبينه من خلال المثال التالي مثال على تثبيت XI لنفترض بأن عين عشوائية سحبت عن حجم الأسرة والإنفاق الشهري على الطعام فكانت كما يأتي سحبنا عين عشوائية ثلاثة من حجم ثلاثة طبعا حجم أي يعطبنا ثلاث مرات أسرة الأولى الأسرة الثانية الأسرة الثالثة فكانت كما يلي حجم الأسرة كان خمسة الأسرة الثانية كان خمسة والأسرة الثالثة كانت حجمها خمسة لكن الإنفاق لهذه الأسرة الأولى كان 250 هنا الأسرة الثانية إنفاق 420 هنا الأسرة الثالثة مع ثبات حجم الأسرة يعني أكس الأولى أكس الثانية لكن الإنفاق الشهري Y1 Y2 Y3 الآن أخذنا عينة عشوائية ثانية مرة مرتين كان حجم الأسرة سبعة وسبعة فإذن هاي أكس الثائر الرابعة هاي أكس الخامسة هنا Y الرابعة Y الخامسة لاحظوا لكن الإنفاق 100 وألف وبالتالي تثبيت هذا الحجم أدى إلى اختلاف الإنفاق وتثبيت هذا الحجم أدى إلى اختلاف هذا الإنفاق هذا مثال آخر عندي مستويات الدخل هنا على المحور الأفقي ومستويات الإنفاق على المحور العمودي هنا 150 160 وهكذا XI على المحور العمودي مستويات الإنفاق 30 50 60 وهكذا نلاحظ مقابل مستوى الإنفاق 100 لاحظوا مستويات عفوا مستوى الدخل 100 مستويات الإنفاق اختلفت من 30 إلى 50 إلى 60 إلى وهكذا فاختلف الإنفاق مع ثبات الدخل انتقلنا إلى مستوى دخل أعلى 150 فبقيت الآن الآن اختلف هنا 150 ثبتة لكن اختلف مقابلها مستويات الإنفاق وهكذا 160 وهكذا وهكذا شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون عن التقدير بطريقة المربعات الصغرى الاعتيادية Ordinarily Square Method OLS لا تنسوا الاشتراك معنا بهذه القناة التعليمي وإداء الآراء حول المحتوى من أجل تعميم المعرفة باللغة العربية لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن اشتركوا في القناة